وافرين دا اشبت ميزك افرين دوامه ادلب مميش فرات قلقنا عركات بولجسي لبنون بتن نشمسي ان الرسائل التي وجهها الينا المتظاهرون شمال سوريا لتحقيق الامن والاستقرار في تل رفعت لن تبقى دون جواب هكذا رد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على المعتصمين في ريف حلب الشمالي الذين تظاهروا على مدار الايام القليلة الماضية مطالبين فصائل الجيش الحر وقيادة عمليات غصن الزيتون بالتوجه الى مدينة تل رفعت وما حولها وانتزاعها من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية اردوغان اكد ان القوات التركية ستواصل عملياتها الى ما بعد عفرين على طول الحدود السورية التركية تصريحات اضاف عليها رئيس اركان الجيش التركي خلوص اكار بان قوات بلاده المشاركة في عملية غصن الزيتون ستصل حتى اطراف مدينة حلب عند بلدتين نبول والزهراء الخاضعتين لسيطرة قوات النظام وميليشيا حزب الله اللبناني اذا الجيش الحر فرض سيطرته على عفرين ومحيطها وبذلك تكون تركيا قد عززت حضورها الى جانب الجيش السوري الحر اكثر في المناطق الحدودية كما عملت على تحجيم وحدات حماية الشعب الكردية في ريف حلب الى حد ما عملية غصن الزيتون اسفرت في وقت سابق عن نزوح الاف المدنيين عن مدينة عفرين وبعد دخول الجيش الحر بدأ اهالي المدينة بالعودة الى منازلهم في ظل توارد معلومات عن منع قوات النظام الى جانب قسد عشرات العوائل من العودة مجددا الى المدينة اشتركوا في القناة